هواية ورثتها منذ طفولتها بعد أن ولدت بين عائلة تهوى لاحتفاظ بالأشياء الثمينة والتراثية زهر زنكنا امرأة عملت على تحويل بيتها إلى متحف جميل من خلال جمع الانتكات وقطع الأثاث العراقية القديمة والنادرة حيث زينت جميع أركان منزلها بقطع ترمز لهوية المحافظات العراقية المختلفة من آني طفلة مولعب هاي الأشياء القديمة لأنه آني أساساً إجيت ببيت هو غير متجدد بالأثاث يعني معتزين بالأشياء القديمة مالتهم واللي هو ببيتي وم أبوي طريقتها في جمع القطع النادرة جاءت من إشقها للسكن في منزل عراقي تراثي له طابع خاص شأنها في ذلك شأن بقية أفراد عائلتها نحب الأشياء القديمة يعني مثلاً ببيتي عمتي أختي الأكبر مني أيضاً هسا هي عدها هي تشي أشياء بس أنا أكثر منها آني ما حولت بالبداية يعني ما بديت أجمع كعمل آني بديت أجمع كهواية كحب لي لأشيائي لهاي القديمة ما أحب عيش ببيت إنه تكون كل شي دائر مدائري جديد بغداد هي المكان الذي أكدت زهراء أنها تحصل على جميع القطع النادرة منه لا سيما بعد أن اشتهرت العاصمة بها منذ عشرات السنين وكاد لا يخلو أي منزل عراقي منها كل القطع المميزة اللي عندي يعني خلي أكون صريحة وياك هي بغداد يعني أكثر اللي جامعتها عندي قطع ما العائلة يعني زهراء دعت العائلات العراقية لإعادة إحياء الموروث من خلال اقتناء التراثيات التي تبرز الهوية العراقية فيما عبرت عن حزنها من عمليات تهريب الآثار والقطع الثمينة خارج البلاد أتمنى أتمنى كل البيوت العراقية أنه تقتني كم قطعة أو يكون عندها فدرق للتراث حتى يكون حفاظ على تراث البلد أحسن مدى تطلع بره أنا أنقهر على القطع اللي ده تطلع بره لأنه أحس البلد ده يفقد جزء من تراثي وعلى الرغم من مغادرتها العاصمة بغداد إلا أنها لن تخفي عشقها للمدينة التي ولدت ونشأت فيها مؤكدة حرصها على المشاركة في المهرجانات التي تخص هوايتها في بغداد بغداد أحبها يعني بغداد دائما حتى بهذا المجال الآن أكون سعيدة من بغداد يوجهوا لي دعوة لحضور مهرجان أو لحضور معرض أكون سعيدة وياهم من أحضر بداخلهم يعني أحس أنه هذا المكان اللي أنت تربيت بي واللي درست بي واللي عندك أصدقاء بي أنت ما ممكن تقدر التركهي شيء ويبدو أن حب بغداد في قلوب العراقيين لا ينتهي مهما ابتعدوا عنها فكيف لا وهم يرون فيها عراقا مصغرا بمناطقه المختلفة وشوارعه التي تشهد كل واحدة منها على ذكريات كبيرة اشتركوا في القناة